هو تلاوة القرآن من الذكر لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لكن الأولى والأسلم أن يوازن الإنسان بين الأمرين فتارة يقرأ القرآن وتارة يذكر الله سبحانه وتعالى خصوصا في المواطن التي استحب فيها تلاوة القرآن قبل الفجر بعد الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وإن كان المراد من القرآن هنا هو الصلاة لكن هناك من يقول بأن المراد منه أيضا تلاوة القرآن فلا بأس أن يجمع بين الحسنيين يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو الأفضل ويعني عامل الترجيح في هذا إذا اشتاقت روحه لتلاوة القرآن قرأ القرآن وإذا وجد فرصة لأن روحه تشتاق للذكر يذكر الله سبحانه وتعالى